بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم قال تعالى وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَحَبُّ الْمُعْتَدِينَ سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد لعلى القوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد لعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب المعالي المشير ركن شيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسعدني ويشرفني يا صاحب الجلالة بن أمثل أمام جلالتكم لتهنئتكم بيوم قوة دفاع البحرين ونشيد بفيض من الثناء والعرفان لجلالتكم حفظكم الله فجلالتكم من حمل أمانة مشعل التطوير والمنير في المسير العسكري المضفرة في قوة دفاع البحرين والتي تمتد على مدى 56 عاما ولا مريع أن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم قد اختزلتم هذه الفترة الزمنية من عمر الإنجاز بعمل وطني مبارك تزداد فيه صروح قوة دفاع البحرين علوا وتقديرا يوما بعد يوم إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحظى اليوم بتشريف جلالتكم لتدشين مشروع درع البحرين الخاص بالطارات العمودية المقاتلة فخالص تهنأ لجلالتكم لاكتمال هذا المشروع وتكامله مع المنظومات الموجودة وأنه لم يكن بمقدورنا تحقيق هذا الإنجاز لولا الدعم الذي نحظى به دائما من لدى جلالتكم في مسيرة تجسيد الوعود وتحقيق الإنجازات لقد تم التوقيع على هذا المشروع من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة وليل عهد نائب القائد على القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في العام 2018 واليوم وبعد مرور خمس سنوات على التوقيع نتشرف بإعلام جلالتكم بأن هذه المنظومة قد اكتملت للواجب العملياتي الدفاعي وفي قمة الجاهزية القتالية للعمل في جميع الظروف الجوية وسوف تمثل إضافة نوعية تمكننا من مواجهة كافة التحديات بكل كفاءة واقتدار وبعون من الله وتوفيقه فأن هذه المنظومة رهن الإشارة للقيام بأي واجب يطلب من قوة الدفاع البحرين علما يا سيدي بأنه بكل فخر فأن السلاح الجو الملك البحريني يعد المشقل الأول من خارج الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنظومة التي تعد من المنظومات الأحدث والأكفى على مستوى العالم كما أن اقتناء مثل هذه الطائرات الحديثة يؤكد على التزام القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين الثابت بأهمية التطوير والتحديث المستمر لمنظومات الدفاع وذلك من أجل مواكبة التطورات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة وبما يخدم دعائم ومرتكزات سلاح الجو الملك البحريني اسمحوا لي يا سيدي بأن أتقدم إلى مقامكم السامي ونيابة عن منتسيب سلاح الجو الملك البحريني بكل الشكر والفخر والاعتزاز بما تقدمونه جلالتكم من منظومات حديثة ذات كفاءة عالية والاهتمام الذي تولونه جلالتكم بتطوير قوة الدفاع البحرين بصورة عامة وسلاح الجو الملك البحريني بصورة خاصة كما تقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي الأهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه الكبير بالتعزيز وتطوير قدرات سلاح الجو الملك البحريني ليصبح سلاحا متميزا في منظوماته وقدراته كما أتقدم بعظيم الشكر إلى سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين على توجيهات ومتابعة معاليه المستمرة من أجل إنجاح المشاريع ورفع مستوى السلاح لتمكينه من تحقيق مهامه ووجباته الوطنية بكل عزم وثبات ختاما يا صاحب الجلالة تعجز الكلمات عن وصف مدى فرحة تبناء جلالتكم من من تسيب سلاح الجو الملك البحريني على هذا التشريف الغالي وعلى ما تتفضلون به علينا من المنظومات الحديثة والتي نعاهد جلالتكم بأننا سنثابر بكل التفاني وعزيمة للحفاظ عليها وتشغيلها أفضل تشغيل مجددين لجلالتكم الأهد والولاء والطاعة متعهدين أمام الله سبحانه وتعالى بأن نكون جندكم المخلصين ورهنا لتوجيهات جلالتكم حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا